تتوجه برامج الدكاث الصناعي كيف تتوجه برامج الدكاث الصناعي؟ تتتوجه برامج الدكاث الصناعي يملكون لخطوات منطقية محدة يجرب حل معين ويجرب على ضوهة في بعض الحيان يصل لحل بعض الحيان لا كما هو الحال الطبيب يقوم بتشخيص المرض للمريض فامام هذا الطبيب عدد من الاحتمالات أمام هذا المريض عدد من الاحتمالات قبل التوصل لعدد من الاحتمالات قبل التوصل للتشخيص الدقيق وبالتالي يتمكن بمجرد ريتر للمريض وسمع آهات المنصول للحل وينطبق على الحال على اللعب الشرن فان حساب الخطوة التالية يتم بعد بت احتمالات وافتراضات متعددة وهذا الاسلوب من البحث التجريبي يحتاج الى ضرورة توافر ساعة تخزين كبيرة في الحاسب كما تعتبر سعارة الحاسب من المعومة المهمة لفرض الاحتمالات الكثيرة على دراستها إذا نحن مرات يجيك مريض الدكتور يجيك مريض لازم شنين يقول هذا مريض لك ما يعرفش مفي بالضبط إلا ما يشخصه بعض التشخيص يعرف شن حالته ولو ما يصل لحالته بالتالي لو تكلمنا نفس الشيء للاعب الشرنج لا شرنج يضع الخطوة اللقع الأولى لكن ما يعرفش بعدها لان ما يحدث لا تعرفش ردة الفعل من اللاعب اللي قدامك من شرنج فهو يدير عدة احتمالات وافتراضات نفس الشيء للمريض الدكتور لا يوجد حال طول يفترض فرضية يبنى عليها الفرضية ويأخذ يدير علاج ويناع الفرضية معينة ويشوف ردة الفعل كلها قائمة على احتمالات قائمة على احتمالات وطالما احتمالات حتى هو بحث يعتبر فيه يدور حاجة يجربها يمشي في طريقة هي بالتجربة احتضان المعرفة وثمثيلها لنمكن الحاسب من حل مشاكلنا يجب ان نمكنه من فاهم اولا كي نحل المشاكل لازم يفهمون مشاكل كي نحلها لما كان من الخصائص الهامة في برامج الدكال الصناعي استخدام اسلوب التمتيل الرمزي الوقت تكلمنا عليه باكريكا في الاساسيات التمتيل الرمزي في التعبير على المعلومات واتباع طرق البحث التجريبي في ايجاد الحلول فان برامج الدكاء الصناعي يجب ان تمتلك في بنائها قاعدة كبيرة من المعرفة تحتوي على الربط بين الحالات والنتاج مثل اذا كان الجو غير صحه ودرجة الحرارة منخفضة فيجب ارتداء المعطب في هذه الأمثلة ينتضح التمتيل الرمزي الجو غير صحه واحتضان المعرفة بمعرفة وجوب ارتداء المعطب اذا احتضان المعرفة وتمتيل كما تبقى وانت تستطيع الحاسب يعطيك قرار هنا عن طريق الحلول التي تقدمها ايجاد الحلول في برامج الدكاء الصناعي اذا كان الجو صحه ودرجة الحرارة منخفضة يجب ان تتداء المعطب إذا كان الجو صحه هو اللي يعتدي لكي يعتدي بناء على ماهل الجو غير صحه ودرجة الحرارة منخفضة اذا كان هنا يسمى ماهل نول درجة الربريزنتيشن هذا تمتيل الرمزي واحتضان المعرفة بمعرفة ماهل بناء على معرفته ان الجو غير صحه ودرجة الحرارة منخفضة فهو شنصير بيبني شنى نظرية شنى استراتيجية شنى انك انت لازم شنى تلبس معطف ان الجو صحه هذي سنفي احتضان المعرفة وتمثيلها البيانات غير المؤكدة او غير المكتملة uncertain or uncompleted data uncertain or uncompleted data يجب على البرامج التي تصمم في مجال الدكاء الصناعي ان تتمكن من اعطاء حلول اذا كانت البيانات غير مؤكدة او مكتملة اذا النجلة اجب على البرامج التي تصمم في مجال الذكاء الصناعي انت تتمكن من اعطاء الحلول اذا كانت البيانات غير مؤكدة او مكتملة غير مؤكدة او في البرامج الطبية إذا ما عرضت عليه حالة من الحالات للحصول على نتائج التحليلات الطبية يجب أن نحط البنامج على القدرة على إطلاع الحلول هنا مرات في حالة الدكال الصناعي من الخصائص أنه يعطيك حل على الرغم أنه لا يوجد ديتا لا يوجد ديتا معينة للتعامل معها لا يوجد ديتا يمكن أن يبني عليها استراتيجية فهو يعطيك حل صح حل احتمالي لكن في النهاية يعطيك حل تستطيع تبني عليه هنا لازم أنت لما تصمم برنامج ونقول هنا هذا سمارت بروغرام أو سمارت سيستم لازم هو يعطيك حل على الرغم أن البيانات هذه قد تكون غير مؤكدة وغير مكتملة لكن مهما كان يعطيك حلول قد تكون خطأ خاطئ وقد تكون صحيحة لكن هو يعطيك حل مقبول مرات الحلول على طريق خاطئ طبعا هو نتيجة لأنك انت البيانات لا يوجد مكتملة يعني البيانات لا يوجد كاملة أو غير مؤكدة فانت شنو بتبني استراتيجية بيبني هالدكال الصناعي بيعطيك حل في النهاية لازم هو عنده قدرة شنية على إطاء الحل لازم قدرة شنية عنده حل يبني عليه يعني لازم هو يقدم حل الدكاء الصناعي لازم هو يقدم لك حل لازم هو شنية يقدم حل القدرة على التعلم تعتبر القدرة على التعلم أحد ميزات سلوك الذكي وسواء أكان التعلم في البشر يتم عن طريق الملاحظة أو الاستفادة من أخطاء الماضي حتى هو برامج دكاء الصناعي يجب أن تعتمد على استراتيجية التعلم الآلة استراتيجيات التعلم الآلة إذا استراتيجيات التعلم الآلة لازم قدرة على التعلم كيف نتعلم الآلة يما عن طريق ملاحظة أو استفادة من أخطاء مثلا واحد عيل نقول عيل مثلا يضع صبعة في سكة ضي النتيجة أنه يضع صبعة في البريزة لا يعودها لأنه هو خطاء غلط سكة ضي انت خلاص لا يكون ضي عالي هنا يتعلم هنا ما يحدث لا يعودها في نفس الشي الدكاء الصناعي فرضا أعطيه نتيجة غلط بعدها يتعلم القدرة أنه يطور روحها ويتعلم أن نتيجة ويبني عليها لكي يقدم حلول صحيحة حلول صحيحة أو حقيقية لغات الدكاء الصناعي أو دكات اللغات الصناعية ما عندك؟ في مجال الدكاء الصناعي اشتهرت لغتان هما اللي هو لغة ISP أو List of Processing أو اقتصار List of Processing وتعني معالجة القوائم والتي تم تصميمها عام 1984 في الولايات المتحدة وكان الغرض منها تحقيق الأغراض البرمجية للدكاء الصناعي هما درست لغات خاصة تطور تكتب برامج خاصة بالدكاء الصناعي منها وهذه اللغات تختب على لغات الباسكال والسي واللغات البرمجة الهيكلية واللغات البرمجة الشيئية والشيئية اذا هنا مجال الدكاء الصناعي اشتهرت لغتان هما لغة List of Processing وتعني المعالجة القوائم والتي تم تصميمها في 1984 وكان الغرض منها تحقيق الأغراض البرمجية للدكاء الصناعي تعتمد على البرلوج في الأساس وكان البرمجة بالمنطق والتي تم تصميمها عام 1970 بجامعة مرسيلة بفرانسا بغرض برمجة المسائل المنطقية قبل ظهور علم الدكاء الصناعي وهو كان على اساس البرمجة لوجك قبل الدكاء الصناعي تعتمد على البرلوج في الأساس علاقات المنطقية بين الأشياء ويتم في هذه الحالة إنشاء ما يعرف باسم قاعدة المعرفة وتعبر عن البرامج من خلال العلاقات ويحدث التنفيذ عن طريق تشغيل الاستفسارات الكويري حول هذه العلاقات كيف يحدث في البرلوج ما يحدث أولا يجب أن تقوم كيف يحدث كيف يحدث كيف يحدث كيف يحدث كيف يحدث كيف يحدث تحدث كيف يحدث كيف يحدث كيف يحدث أحمد أب فاطمة أم فأخضر أحمد. أب فاطمة أم. تمام؟. أحمد عند أبناء خالد وعلي. أحمد عند أبناء خالد وعلي. أحمد عند أبناء خالد وعلي. من أم خالد وعلي ستطلع فاطمة لأن خائب أحمد زوجته فاطمة وأبناء خالد وعلي من أم خالد وعلي ستطلع فاطمة فاطمة سالم خالد وعلي خالد وعلي خالد وعلي خالد وعلي خالد 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 وعلي خالد فاطمة وعلي خالد وعلي خالد بدأ خالد فاطمة في الحصول يمكنك تخطر الكواري ما بصدر الكواري؟ هنا يمكنك التاوير من تصدر الكواري كيف يعمل باركة افضل الكواري نحن أنه مختلف من خلال الترق نحن لم يكن من خلال الترق مثلا خديجة و أبوها فاطمة و أبوها علي و أمها فاطمة و لكن ما بصدر الكواري؟ وهذا يمكنك الترق فى الصناعي أنه يريد يعني يستنتج هذه هي الاستنتاج يسموه فه شنين مميزات وخصائص الذكاء الصناعي خصائص لغات الذكاء الصناعي شنين مميزات خصائص لغات الذكاء الصناعي تمتاز لغات الذكاء الصناعي بخصائص تناسب طبيعة أنظمة الذكاء الصناعي والخصائص هي شنين تمتاز لغات الذكاء الصناعي بخصائص تناسب طبيعة أنظمة الذكاء الصناعي الخصائصية قابلية تمثيل المعرفة knowledge representation ويقصد بها استخدام قواعد خاصة لوصف المعرفة ويقصد بها استخدام قواعد خاصة لوصف المعرفة فاكتس ريليشنز رولز فريمز قابلية تمثيل المعرفة رينال knowledge representation وهي التي تشكل قاعدة المعرفة knowledge base بمعرفة الرموز والأشكال symbolic processing تمتاز لغة الذكاء الصناعي بإمكانية معالجة الرموز والأشكال معالجة الرموز والأشكال إذن نحن قابلية تمثيل المعرفة knowledge representation ويستخدام قواعد خاصة لوصف المعرفة ما هي معرفة مصفها فعندنا حقائق وعلاقات قواعد رولز قواعد فريمز هذه هي knowledge representation وهذه مهمة جدا حاجة الثانية هذه تسميتها knowledge base لازم تكون عندك أنت knowledge base الرموز والأشكال هي symbolic processing تمثل شني الدكاء الصناعي هذه تمثل شني الدكاء لغات تمثل بإمكاننا هنا معالجة الرموز والأشكال يعني هي تتعامل مع الرموز شني والأشكال تتعامل مع الرموز والأشكال مرونة في التحكم flexibility of control شني المرونة في التحكم flexibility of control وفي كنترول اللغات التقليدية مثل باسكال والسي تقوم بمعالجة المشكلة من خلال تتبعة السلسل لتعليمات البرنامج فهي دائما ما تكون عاجزة عن علاج مشاكل الذكاء الاصطناعي لذلك أتت لغات الذكاء الاصطناعي بإمكانية تحكم أكثر مرونة وبشكل عام تعتبر لغات الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة من اللغات التقليدية ونعني بالكفاءة زمن تنفيذ البرنامج وتقليل حجم التخزين في الداكرة وتقليل حجم التخزين في الداكرة ولكن نحتاج إلى مجهود من قبل المبرمج في تحديد كل الحقائق وربطها ببعض وتوجيهها لاستخلاص النتائج والأهداف المطلوبة طبعا هي اللغات لغات هي لغات هي عبارة على شيئ سواء الهيكلية أو البرمج الشيئ أهما لا تجدون حلو مشاكل الذكاء الاصطناعي لأنه لا يوجد مرونة لكن دكاء الاصطناعي لأنه مرونة لأنه يوجد برامج التقليدية معادلات يجب عليك مقارنات يجب عليك لكن هذا لا يوجد مرونة لذلك المثال لغات العام لغات الصناعية لأن تكتب كود في نوع التعقيد لذلك يجب عليك كل الحقائق يجب عليك تكون نوع 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 من خط وإست تقوم بإستخدام لديك يعطي بيانات وإستخدام أكثر إستخدام إستخدام موضوع الذكاء الصناعي لأن لغات محترف وإستخدام لأن تكون مستفيد لأن يكون لديك مرونة ويرد على الاستفسارات اكثر